بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربكم جماعة بخير النهاردة الفيديو دوت بناء على طلب احد الاخوة المتابعين بيسألني او جاي في تعليق على فيديو بيقولي ان عندي ترانزوستر الحافز بيسخن وغيرته كذا مرة برضو بيسخن وعمل له مشكلة في الجهاز الحقيقة انا ما قدرتش او ان انا حسيت ان انا مش هقدر ارد عليه كتابة في الرد فمش هقدر اوصل له المعلومة باستفادة زي ما انا عايز اوصله له لان الموضوع ده متشاعب وممكن اسباب كتير فمش ينفع حطه له في رد على سؤال في فيديو فكان واجب عليها وحسيت ان انا لازم اعمل فيديو عشان الاخ يستفيد وكلنا نستفيد واي حد يشوف الفيديو برضو محتاج المعلومة دي تستفيد منها لغم ان احنا عاملين فيديوهات كذا فيديو بيتكلم عن مرحلة الاخراج الافكي كاملة من اول الاسوليتر لغاية ملفات الارحاف الافكي واللاين مرورا بالحافز بالدرايفر بمكبر الاخراج الافكي هنتكلم في الفيديو ده باستفادة عن ترانزستور الحافز وبرضو هندي بعض المعلومات المهمة عن ترانزستور الاخراج الافكي وايه دور ترانزستور الحافز في الدائرة وايه مشاكله وايه اللي يعمل اللي ممكن الاسباب اللي تخليه يسخن حقيقة احنا لو فهمنا دايرة الاخراج الافكي مزبوط وكل عنصر فيها بيشتغل ازاي وايه دوره وايه مهمته هنقدر نفهم يعني ايه الترانزستور يسخن ويكون ايه السبب اولا هخليك معايا هنبدأ نتكلم يعني ايه ترانزستور الحافز وايه دوره وايه وزفته وايه المشاكل اللي ممكن يعمل اولا ترانزستور الحافز دا بيشتغل ازاي ترانزستور الحافز بياخد اشارته من المزابزب الافكي اللي هو من خلال ايسيل اصوليتر او ايسيل عمليات تخش عن طريق البيز تخرج عن طريق الكل اكتر على ملف الدرايفر ملف الدرايفر ينقل الاشارة ديت او النبضات ديت ينقلها لعلى البيز بتاع ترانزستور الاخراج الافكي الاخرى يكبر لي الاشارة ديت ويخرج هالي على ملفات المحراف الأفكي واللاين يبقى هنا دور الحافز ترانزوستر الحافز دور مهم جدا طب ايه يتسبب في سخونة الترانزوستر دوت اولا الترانزوستر دوت بيخشله تغذية بيخشله تغذية بتجيله منين؟ من دايلة الباور مباشرة يعني ترانزوستر الحافز دوت تغذية بتاعته بتيجي من دايلة الباور يبقى لازم تكون دايلة الباور مبدئيا خارج الخارج بتاعها سليم مفوش اي حاجة عليه او اي خارج عالي ترانزوستر هنا في الدايلة ديت او في الدايلة الجهاز اللي معايا دوت بياخد 110 من دايلة الباور تغذية الدرايفر بتخص عن طريق خارج 110 فولت 110 فولت بيتاخد منهم عن طريق مقاومة هنا ثلاثة وثلاثة من عشرة كيلو اللي هي 3300 اوم وبتخش عن طريق الملف اللي ابتدائي في الدرايفر وتبدأ تخشيه لعاك كل لكتور تعديلي هنا كام اربعة وخمسين فولت ايا كان بقى الجهاز اللي انت شغال فيه لازم هتلاقي التغذية دخلة عن طريق مقاومة على ملف الدرايفر اللي ابتدائي ومن المطرف التاني بتاع الملف بتخش عاك كل لكتور بتاعه يبقى انت لازم تعرف كل لكتور دوت في الجهاز اللي انت شغال فيه بيتغذى بكم فولت انا عندي هنا اربعة وخمسين فولت طيب لو المية وعشرة دي جيالي من الباور او من دايرة الباور عالية اصلا يبقى هتخرجلي هيخشلي التغذية على الترانزوستر هنا عالية يبقى هيسخللي الترانزوستر يبقى دي اول سبب تاني سبب لو المية وعشرة دي مظبوطة فعلا وخرج دايرة الباور مظبوط فعلا فيه هنا بيخشلي المية وعشرة عن طريق مقاومة هنا بعد كده بتخش على الملف بعد كده بتطلعلي التغذية بتاع الترانزوستر لو المقاومة دي هتكمتها تغيرت نتيجة العمر الافتراضي بتاعها نتيجة سخونة نتيجة بتاع الملف القيمة بتاعتها بتقل بالتالي هتخرجلي جهد او تغذية اعلى من المفروض تخرج منها يبقى لازم يبقى تاني سبب تغير قيمة المقاومة دي اللي هي بينتنقلي للترانزوستر للطيار او التغذية من خلالها يبقى تاني سبب تغير قيمة المقاومة دي تمام يبقى اول حاجة دايلة الباور لازم اتأكد من الخارج بتاعها مزبوطة تاني حاجة المقاومة اللي هتجي لدية اللي هتنقلي الجهد او تغذية الترانزوستر او تغذية الدرايفر لازم تكون قيمتها مزبوطة مفيش فيها اي مشاكل بعد كده حضرتك ما قلتليش اذا كان الجهاز عطلان شغال او يعني بيسخن وهو شغال والجهاز شغال معك ولا الجهاز مكتوم مش شغال دايلة اللي ايه اللي اخراج القفج مش شغالة خالص اذا كان الجهاز مش شغال لازم تتأكد من سلامة يبقى التغذية من سلامتها وتتأكد من سلامة ملف الدرايفر دا ملف الدرايفر دا لو الملف الاتدائي فيه شورط هنا او فيه نسبة قصر في الملف الاتدائي بالتالي هيخنق لي الترانزستور الحافز ويسخن دي الحاجة التالت فيه حاجة رابعة برضو عايز اقولك عليها المكان اللي موجود فيه الترانزستور الحافز عندك لو فيه اي حاجة بتسخن جنب الترانزستور وقريبة منه مقاومة حرارية اي حاجة بتسخن جنبه ممكن تسخن الترانزستور ويكون سبب في سخونه دي برضو سبب السبب اللي مبعد كده ممكن السحب بتاع الاخراج القفكي عالي فبيعمل حمل او بيفقى سحب طيار عالي بيعمل حمل على ترانزولستر الحافز ممكن يسافه السبب اللي بعد كده ممكن التردد بتاع المزابز بالقفكي نفسه جاي مش مزبوط من المزابز بالقفكي من IC الأسوليتر يبقى لازم تتأكد من سلامة قصير الأسوليتر دي لو التردد ده خارج مش مزبوط نتيجة ان دائرة الFC تكون مش خارج التردد بتاعها او مش زابطة التردد مزبوط بالتالي هتدي الاشارة بتاعتها للمزابز بالمزابز بها يخرج التردد ده مش مزبوط هيسخلي ترانزولستر الحافز برضو ده سبب ممكن الجهاز نفسه وهو شغال المكان نفسه اللي محطوط فيه مكان مش جايد التهوية الجهاز كله يسخى مش ترانزولستر الحافز بس برضو سبب بعد كده تاني ممكن شدة الإضاءة أو شدة الإضاءة في الجهاز عالية زالة عن اللازم فده برضو يتسبب حملة على دائرة الإخراج الأفقي ويسخلك ترانزولستر الحافز في معلومة تانية عايزة أقولها لحضرتك أو لأي أخ برضو عشان الفيديو ده ممكن الفيديو اللي مذكور فيه المشكلة برضو اللي هي سبب تلف ترانزولستر الإخراج الأفقي أو سخنته ممكن نكون ما شافش الفيديو اللي هو بتكلمنا فيه عن المحارة دية فياخد المعلومة من الفيديو ده برضو أي حد يشوفه لو عندك تلانزولستر الإخراج الأفقي ده بيسخن بيسخن في عندك هنا سبب ايه؟ في عندك هنا مكسف واخد فين؟ من المقاومة اللي هتغزي الملف بتاع الدرايفر هنا مكسف هنا على الأرض على طول المكسف ده بيعمل على تنعيم الطيار أو الجهد اللي داخلي أو التغذية اللي داخلي على الملف الابتداء عشان تغزيل الترانزولستر ده لو المكسف ده مش مزبوط مش مقد وزوره مزبوط تالف هيسخن لترانزولستر الإخراج الأفقي ده برضو سبب من أسباب سخونة ترانزولستر الإخراج الأفقي أحياناً بنيجي نغياره أحياناً بنيجي نغياره بي 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 طو ما تلكل فيش تجهز وتتبدأ الجهاز يشتغل خلاص هيقوم يقوم الترانزولستر ده طاير بايس إيه المشكلة دي؟ في المشكلة دي بيكون هنا مكسف واخد مع الأرض مكسف سيراميك ده بيبقى عامل أبن المكسف ده لازم تغيره في الحالة دي لازم تغيره على طول بدون قياس غيره لو الترانزولستر ده بتغيره كل ما تغيره وطير معاك كذا ترانزولستر كل ما تغيره مسافة ان تجي تركب فيش جهاز يجي يشتغل يوم محروق لازم تغير المكسف ده المكسف ده وممكن سبب سخونية الترانزولستر ده نوعية الترانزولستر نفسها مش مزبوطة نوعية نفسها مش مزبوطة ممكن يكون بتركب ترانزولستر البيانات بتاعته أو الداتا شب بتاعته مختلفة أقل من الترانزولستر الأصل بتاع الجهاز يبقى لازم تشوف البيانات بتاع الترانزولستر الأصل بتاع الجهاز وتجيب الداتا شب بتاعتها وتبدأ تجيب ترانزوستر نفس المواصفات وتحطها هنا ده برضو يكون سبب من أسباب سخونة الترانزوستر الحافز ممكن الشركة المنتجة نفسها يكون ترانزوستر أي كلام مش مظبوط وهو نفس الرقم وكل حاجة بس يكون مش مظبوط أضمن شيء أنك تخلعه من الشاسية قديم يبقى واثق أن فعلا ده ترانزوستر أصلي منضيف ده بتهيئ الأسباب المهمة اللي ممكن تسبب في سخونة الترانزوستر الحافز والأسباب المهمة تكون سبب الفحر أو في إطلاف الترانزوستر الإخراج الأفقي أو سخونته برضو إن على السبب بتاعها يارب كون قدرت أتوفق في إن أوصل لك المعلومة ويكون فعلا قدرت فيلك أو أفيد أي حد بيسمع الفيديو أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته